هذه قصة رائعة عن الصبر الحقيقة أيها الأحبة القرآن العظيم لم يترك شيئا في حياتنا اليوم إلا وأعطانا مثالا ونموذجا عنه لنقتدي به اليوم كثرت المصائب والأوبئة والأمراض والهموم ضغط المعلومات الذي نتعرض له أيها الأحبة ضغط رهيب جدا مشاكل كثيرة مخاوف من ماذا سيحدث غدا خوف من الجوع خوف من العطش خوف من قلة المال قلة الثمرات الحقيقة أنا دائما عندما أتعرض لمشكلة ألجأ إلى القرآن في القرآن الكريم الحقيقة هناك قصة أنا شخصيا من أكثر القصص التي تؤثر بي وأشعر براحة نفسية غامرة كلما استمعت لهذه القصة وهي قصة صبر سيدنا يعقب عليه السلام هذا الرجل كان مثالا في الصبر أنا أريدك الآن أخي الحبيب مهما كانت مشكلتك اليوم أن تقارنها بمشكلة سيدنا يعقب في ذلك العصر قبل ألاف سنين هذا الرجل كان يكرم أولاده ولكن كان لديه طفل المدلل اسمه يوسف عليه السلام وهو نبي كريم الشيطان الشيطان لعب بعقول إخوته بدأت رحلة الكره له والكيد والتآمر تآمروا على قتله أقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إذن القصة بدأت بشروع بالقتل تصور هل هناك أعظم من ذلك تصور بلاء سيدنا يعقب في هذه اللحظة عندما يتآمر الإخوة الكبار على الطفل الصغير الضعيف المدلل البريء الصادق يتآمرون للتخلص منه طيب ماذا فعل لهم لا شيء هو يريد لهم الخير وهم يتآمرون عليه سبحان الله إحساس سيدنا يعقب كيف كيف كانت حياته في هذه المرحلة هذا أول نوع من إنواع الصبر كانوا يتهمون أباهم بالضلال وكانوا يقولون إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين يعني تصور أنت أولادك يتآمرون على قتل الأخ المحبب إلى قلبك المدلل البريء الصغير ثم يتهمونك بالضلال ما هو إحساسك إذن هذا صبر آخر أيضا كذبوا على أبيهم عندما أقنعوه أن يذهبوا به ليلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون والأب هنا بدأت المخاوف إني أخاف أن يأكله الذئب إني لا يحزنني أن تذهب به أنا سأحزن إذا فارقت هذا الطفل لأنني لا أستطيع أن أفارقه ولو ثانية فكيف ستأخذونه يوما كاملا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون طبعا سيدنا يوسف يعني حقيقة طفل بريء صغير وثق بإخوته وأراد أن يخرج معهم والأب هنا له عاطفة أراد لهذا الطفل أن يذهب ويلعب بالفعل ويلهو ثم يعودون به ولكن للأسف عادوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون كذبوا على أبيهم ألقوه في الجب ليتخلصوا منه ورجعوا ليكذبوا على أبيهم وهذا نوع ثالث أو درجة ثالثة من درجات الصبر الصبر على كذب الأبناء لم يكتفوا بالمؤامرة لم يكتفوا بالتأمر على أخيهم لم يكتفوا أنهم حرموا أباهم من هذا الطفل الذي كان يواسي أباه طفل صغير ثم كذبوا عليه واتهموا الذئب والذئب بريء طبعا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب طيب بعد كل هذه المصائب التي تعرض لها الأب بالله عليك أنا أريد أن أتوقف الآن دقيقة فقط معك أخي الحبيب قارن مصيبتك بمصيبة يعقوب في هذا اليوم هذا المساء عندما جاءوا عشاء في الليل أباهم يبكون تصور أن أبنائك يتآمرون على أحب أطفالك إليك ثم يأخذونه ويحرمونك منه ويكذبون ويتهمونك بالضلال طيب أنت مشكلتك هل هي أكبر من مشكلة سيدنا يعقوب الآن قارن فقط سوف تجد أن مشاكلك مشاكل بسيطة تتعلق بضيق العيش بالرزق بمرض سيذهبه ولكن الأولاد حولك الأمور جيدة كل شيء على ما يرام هي عبارة عن مشكلة تتعرض لها وسيتم حلها سيدنا يعقوب في هذا الموقف لم يفقد الأمل من الله ولم يقل لهم لم يتذمر لم يشتم لم يسب لم يعنف لم يضرب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أنا سأستعين بالله والله هذا رجل عظيم يستحق أن نقتدي به أنا لن أعاقبكم ولن أعذبكم ولن أحرمكم ولن أنا سأستعين بالله سألجأ إلى الله سأحتمي بالله سأطلب الاستعانة من الله وأصبر صبرا جميلا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الحقيقة سيدنا يوسف هنا بعد أن اشتراه عزيز مصر وتعرض لفتن كثيرة فتنة امرأة العزيز وفتنة السجن وفتنة كذا أصبح هو المسؤول عن إدارة الأزمات في ذلك العصر حدثت مجاعة عظيمة وتعرض سيدنا يعقوب أيضا لهذه المجاعة مع أبنائه لم يعد لديهم أي طعم حتى رغيف العش غير موجود في هذه اللحظة سيدنا يعقوب كان صابرا أيضا طيب أنت الآن وضعك المادي هل وصل إلى درجة أنك لا تجد رغيفا تأكله هذا هو حال سيدنا يعقوب عندما أرسل أبنائه للعزيز الذي أصبح سيدنا يوسف وقتها وكان بمثابة وزير مالية مثلا في ذلك الزمن هو المسؤول عن خزائن الأرض مسؤول عن تسير هذه الأمور إدارة الأزمة إدارة المجاعة فهو يوزع بنفسه القمح على الناس بنظام عادل لكي يتفادى المجاعة طيب إذن سيدنا يعقوب لم يكن يجلس في قصر مرفع يعني أخي الحبيب انتبه أيضا كان يتعرض لنقص مادة شديد وإلا لماذا يرسل أولاده لو كان لديه طعام لماذا يرسله يرسل أولاده إلى مصر عندما دخلوا وسيدنا يوسف عرفهم وهم له منكرون أراد أن يأخذ أخاه ولكن بأسلوب الله أراده هكذا فوضع المكيال الذهبي وضعه في متاع أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون المهم عندما اكتشفوا وجود هذا الصواع أو المكيال الذي كان الملك يكيل به المكيال الذهبي حجز سيدنا يوسف أخاه عنده وقال لهم أنا لا أستطيع أن أخالف القانون القانون يقضي بأن يعني يتم حجز من ثبتت عليه السرقة هنا رجعوا إلى أبيهم وهم يقولون يا أبانا إن ابنك سرق اتهموا أخاهم بالسرقة ويزداد حزن سيدنا يعقوب لأنهم تعهدوا له قبل أيام أن يأخذوا هذا الأخ ويحافظوا عليه إلا أن يشاء الله أعطوه موثقهم أعطوه العهود والمواثيق أنهم لا يفرطون به ولكنهم فرطوا به إذن أصبح لدينا أنظر أخي الحبيب مشكلة فقدان الإبن الأول ومشكلة فقدان الإبن الثاني ومشكلة المجاعة ومشكلة اتهام الأولاد لأبيهم بأنه في ضلال مبين ومشكلة تآمر الأولاد على هذين الأخوين الصغيرين كل هذه المشاكل أضيف لها مشكلة السرقة وسيدنا يعقوب يعلم أن ابنه بري على الرغم من ذلك كان صابرا طيب أنا أريدك أن تتوقف قليلا وتقارن مشكلتك مع مشكلة سيدنا يعقوب الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون في هذه اللحظة أيها الأحباء بيضت عينه من الحزن وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم كبت هذا الغيظ كظم هذا الغضب لم يظهر غضبه لم يضربهم لم يشتمهم لم يقول لهم يا أغبياء يا متخلفين ماذا فعلتم ماذا كذا قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا انظروا قوة الثقة بالله يا أخي والله أنت مشكلتك اليوم لن تصل إلى هذا المستوى أنا أعلم أنت الآن تدخل إلى بيتك أنا لا أتصور أنك لا تجد رغيفا تأكله أو كأس ماء تشربه لا أتصور أنك تعرضت للعمى بسبب الحزن وشدة الصبر وكثرة الصبر وطول الصبر هذه مصائب تأتي متتالية وسيدنا يعقوب يصبر ثم يأمرهم ألا ييأسوا من روح الله سبحان الله لمن شكى همه لله قال إنما أشكو بثي يعني همي مشكلتي الآلام التي أعاني منها سأشكوها للعالم لن أشكوها لكم أو لأحد من الخلق إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم ما هو الشيء الذي يعلمه إنه يعلم أن الله لا يأتي إلا بخير وأن كل هذه المشاكل في نتيجتها الخير وفي نهايتها سيكون هناك خير لذلك قال لهم لا تيأسوا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قارن مشكلتك الآن هل أنت تعرضت للعمى لا مادام لديك نظر ورغيف عيش تأكله إذن وضعك أفضل بكثير من هذا الوضع من هذه المشاكل التي تعرض لها السيدنا يعقوب مجاعة إبيضت عينه من الحزن لم يعد يرى شيئا مصائب متتالية ولم يفقد الأمل وأمرهم أن لا يفقدوا الأمل يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا إياكم أن تيأسوا لأن اليأس كفر ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هنا في هذه اللحظة أيها الأحبة جاء الفرج فعادوا إلى أخيهم يوسف وأصبحوا أذلاء بين يديه يا أيها العزيز قد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين في هذا الموقف الذليل أيها الأحبة هنا سيدنا يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل يعني الآن أنتم صاغرون أذلاء نسيتم التآمر على أخيكم وأبيكم وكذا قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا وهنا القاعدة الذهبية أيها الأحبة تأتي على لسان سيدنا يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن مزيج من التقوى والصبر كان سببا في إنقاذ سيدنا يوسف من الجب ومن السجن ومن الفتنة ومن المكيدة ورفعه الله أن أصبح ملكا لمصر رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إذن أيها الأحبة هذا الصبر كانت نتيجته أن سيدنا يعقوب أخذ درجة عالية عند الله وفي النتيجة ارتد إليه بصره ورأى ابنه ملكا على دولة عظيمة في ذلك الوقت مصر ملك مصر وبالتالي من يثق بالله ويصبر على قضاء الله لابد في النهاية أن يحظى بكرم عظيم يحظى بمكافأة كبيرة في الدنيا قبل الآخرة في الآخرة المكافأة هي الجنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظا عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الجنة وأن يجعلنا من الصابرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر